نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية حفل تكريم العاملين الذين أمضوا في رحابه سنوات من العمل المتصل الحفل اجتمل أيضا على تكريم أبناء العاملين المتفوقين من خريجي البعثات وهو أحد المظاهر التي تعبر عن اهتمام المعهد بعناصره البشرية في لفتة تعبر عن مدى اهتمام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالعنصر البشرية وفي حفل سادته روح الألفة والمحبة كرم المعهد العاملين القدامى الذين أمضوا سنوات وسنوات من العطاء الدؤوبة في خدمة المعهد والذي ترجمت إلى إنجازات علمية هذه حفلة نعملها سنويا وحقيقة هي تقدير لزملائنا في معهد الكويت الأبحاث العلمية الذي قضوا سنوات مختلفة من 35 سنة و35 سنة إلى حد 5 سنوات نحن في هذه المناسبة نقول لهم شكرا على جهودكم شكرا على العمل الجاد المميز في معهد الكويت الأبحاث العلمية على مدى السنوات وهذا تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية صرح علمي عريق يهتم بالبحث العلمية ويقدر العنصر البشرية فهو يسعى من خلال موظفيه إلى الوصول لمصاف المؤسسات العلمية والعالمية المرموقة فارح علينا كلنا ونقدر الإدارة العليا لهذا المجهود الذي صراحة يبعد في نفوس المحتفى بهم لعطاء المزيد من الجهد والبذل في البحث العلمي وخدمة المجتمع الكويتي هذا التكريم هو كلمة شكر وتقدير على ما بذله من جهد وتفان خلال فترة عملهما مروم حرام تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر